ترسي القوات الأمريكية أولى أبراج المراقبة على الحدود السورية التركية لترسي معها الجدار الضامن لقوات سوريا الديمقراطية مع غض الطرف عن التململ وعدم الرضا التركي عما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي قبل يومين والذي دخل حيز التنفيذ مباشرة على الأرض إرساء أبراج المراقبة يأتي فيما يبدو ضمن حزمة من القرارات والاتفاق التي تهدف لإضافة مهمة جديدة لقسد تتلو مهمة قتال تنظيم الدولة المستمر منذ عام 2014 المذكرة الجديدة بين التحالف وقسد تأتي تنفيذا لما أقره البنتاجون في ميزانية العام 2019 وينص على تدريب قوات محلية تعدادها 30 ألفا يضافون إلى 60 ألفا موجودين حاليا فيما تركت إمكانية التمديد متاحة في حال وجدت رغبة بذلك وتضع المذكرة قائمة المهام المطلوبة من القوات المستحدثة والسابقة حيث تم إضافة بند جديد يتلو إنهاء تنظيم الدولة ومنع ظهوره مجددا ألا وهو احتواء إيران ضمن جملة فضفاضة لا توضح كيفية وآلية هذا الاحتواء وفي الوقت الذي تخوض القوات الأمريكية إلى جانب قسد على الأرض معارك توصف بالعنيفة ضد الجيب المتمرد لتنظيم الدولة في أقصى شرق الفرات تتواصل التعزيزات اللوجستية الأمريكية بالدخول دعما لقسد في مشهد يراه مراقبون أنه لا يتعلق ببضع كيلومترات في هجين وإنما لتأسيس جيش فعلي بات تبعا للاتفاق يناهز المائة ألف مقاتل هذا الجيش يشرع الأبواب أمام سيل من الأسئلة حول أهداف تعظيم قوة قسد وما هو دورها الفعلي في مواجهة التمدد الإيراني وكل ذلك لا يخفي تساؤلات عن وجود هذه القوة الكبيرة التي لا تحوي على نسبة تقابل الديمغرافيا الحقيقية للمنطقة وطبعا يفتح بابا لأسئلة تركية كثيرة بهذا الشأن ترجمة نانسي قنقر